زيارة ستكون لها تأثير قوي على قضية الركود الاقتصادي الموجود في إقليم كردستان وقضية توزيع الرواتب الموظفين وبعد قليل سوف يلقي رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في مؤتمر صحرفي ما جرى هذا اليوم مع كل الكتل الموجودة في العراق وأيضا ما جرى مع الحكومة العراقية الفدرالية ومن المحتمل أن يكون هناك تفاؤل كبير الأسبوع القادم وخاصة في قضية صرف رواتب الموظفين وأيضا اتفاقيات أخرى حول آلية قضية النفط والغاز وقضية القضايا أخرى العالقة بين الإقليم بعد أن توحد الخطاب بين القوى الكردستانية أن ذهبت إلى بغداد كان له دور وخاصة هذا التوحيد في المطالب والحقوق أكدت عليها بأنه الرئيس مسرور بارزاني مع سيد قباد الطالباني اتجهوا بنفس المطالب ونفس هذا الثقل بأن الوفد كان له تأثير قوي هذه المرة أكثر من الوفود التي جاءت من بغداد بدون أي نتائج ما المتوقع من المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد قليل لرئيس أقليم كردستان هل هناك معلومات سيدنا وزهد؟ طبعا هذا المؤتمر يأتي بعد إنهاء كل هذه اللقاءات التي جاءت تمت اليوم مع الكتل معظم الكتل العراقية والشيعية والسنية والبرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومن أن نتوقع أن يكون في حقيبة سيد مسرور بارزاني إنجازات وهذه الإنجازات سوف تؤثر على وضع الإقليمي والوضع النفسي للموظفين وأتصور هناك مفاجأة يوم الاثنين القادم أو بأنه هناك إنجازات بقضية الرواتب الموظفين كما قلت وقضايا أخرى لآلية حقوق إقليم كردستان في قضية تصدير النفض وقضايا أخرى المتعلقة وآليات جديدة لحتى لا يكون المواطنون في إقليم والموظفين ضحية هذه الخلافات السياسية بين الإقليم وبغداد هذا التأكيد يأتي دائما مرارا وتكرارا على لسان المسؤولين في بغداد وعلى لسان الحكومة الاتحادية لكن أول من يتضرر بالخلافات الموظفية الإقليم هل سيوضع حد لهذه الخلافات ويوضع حد لمسألة رواتب موظفي الإقليم؟ يجب أن يكون هذا اللقاء هو الأخير لمعاناة الموظفين والمواطنين في إقليم الكردستان لأنها تعاني من أزمة اقتصادية حادة وخاصة بعد توقف صادرات النفض من ميناء جهان التركي والتي خسرت فيها لأكثر من مليارين دولار في هذه الفترة الحرجة وهذا الضغط الاقتصادي أتصور أن التفاهمات بين حكومة الإقليم اليوم والحكومة الفدرالية كانت في جو إيجابي ومتميز وسوف يكون لها نتائج إيجابية أيضا على الساحة الفعلية وعلى خضية بأنهم المواطنين العراقيين هم كلهم جزء لا يعتجز وإقليم كردستان لديه نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنين في المحافظات الأخرى وهو إقليم دستوري وإقليم فيدرالي ويجب أن يتمتع بحقوقه الدستورية والقانونية وأتصور تم الاتفاق على هذه الأمور بشكل أنسى نعم هل هناك من يحاول أن يضع العصى بعجلة تقدم المفاوضات بين أربيل وبغداد وخصوصا لتنفيذ اتفاقيات الجانبين نعم هناك من يرى أو هناك بعض الآراء الأخرى المتشددة في البيت الشيعي أو في البيت العراقي بشكل عام من هو ضد حقوق شعب كردستان نعم